هلأ المليار ودولار اللي عم نحكي عنه انه دولة كان أساسا مطروحين من فترة طويلة يعني ما مصاروا مع تشكيل الحكومة كانوا الحكومة السابقة كانت عم تبحث الموضوع مع صندوق الناد وفي بعض الشروط وهلأ هيئة وصلوا لاتفاق معيا وحصلوا عليهم يعني ما مرتبطة ضغرة بتشكيل الحكومة بس طبعا تشكيل الحكومة سرعة على الموضوع لأنه قدر تأخذ بعض القرارات يعني قدت لتوصل لهذه النتيجة يعني هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على يعني سعر صرف الليرا اللبنانية مقابل الدولار اليوم أستاذ قرابي حسب شو بدأ ينعمل فيهم يعني إذا بدأ يستخدموا الاستمرار بالسياسة الدعم وهن مناطرين بطاقة تمويلية ما بظن رح يزح محولهم بهذا الموضوع وكان صندوق النقد واضح بخصوص هالموضوع والمجتمع الدولي واضح أنه ما رح يمول سياسة ما لأي جدوى وما بتفيد حدا بس بتخسر المواطنين وبتزلوا على الطرقات نطبع ما تشوفوا هلا بالصور بس نتيجة رح تكون إذا استخدموا بطريقة جيدة يعني مثلا هلأ نحن ما كنا أساسا مضطرين نوصلهم يعني لنكون صارحين ما كنا مضطرين أساسا نستعمل هذول المبالغ لو ما نحن صرفنا ما يقارب تقريبا 6.2 مليار دولار سنويا على الدعم كلفنا يعني حوالها تقريبا صارحين شيء 10 مليار وشيء على سياسة الدعم يعني هول 10 مليار نحن بعد ما هدرناهن رحنا وعم نطلب مليار وكيرميل نقدر نجرب نمرق بطاقة تمويلية أو إلى ما هنالك برأي مبلغها كمية المليار دولار اللي عم يحكوا فيها ما رح تأثر كتير طالما طباعة النقد بعدها مستمرة وطباعة الليرة بعدها مستمرة والكتلة النقدية عم تضلت الضخم يعني ما رح تعمل أي تأثير جدة بخصوص سعر الصرف طيب أستاذ يعني يا ربيد ماذا عن العقد الجديد الذي يبرمته الوزارة المالية مع شركة استشارات عدد الهيكلة الفارز أن مارسل بخصوص العقد والتدقيق الجنائي موضوع بشكل عام نحن عم نفتش بالمحل الغلط يعني التدقيق الجنائي إذا بده يصير بده يروح على الصفآت العمومية يعني مصر في المركز كان يجي يمول مصاريف الحكومة بس السؤال وين راحوا هاو المصاريف يعني نحن اليوم بدنا نشوف كيف نصرفوا هاو المبالغ اللي كانوا عجز بالموازنة وهاو المبالغ الضخمة اللي خسر بانك المركز هو عم يدين الدولة اللبنانية هون السؤال الأساسي إذا بدنا نفتش على محل جدي بدنا نفتش نحن على الصفآت العمومية وين وكيف نصرفت وكيف تمت مش على البنك المركزي لأنه البنك المركزي بآخر طنهار شغلته بتجي بتقوله الدولة دينني مصاري بيدينها مصاري يعني ما راح يلاقوا شي برأيي وإذا بده يكون فيه أي إجراء جدة بده يبلش به هاي دول الوزارات بالتحديد كيف صرفوا مصرياتهم مش كيف البنك المركزي دينه لأنه واضحة عملية البنك المركزي كيف بيدين الدولة وما بزا راح يبين معهم أي إفادة من الموضوع عبدا نعم شكرا لك ضايفي من بيروت أستاذ جاربيد فاجريتشيان باحث قانوني واقتصادي في المعادة اللبناني الليدرا ساتسوق شكرا لك